منتخبنا الوطني بكرا ان شاء الله مباراة مهمة وصعبة في دور الستاشر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية واللي تابع الكونغو الديمقراطية في المباريات الماضية لأ منتخب حلو منتخب تييل منتخب يقلق بس احنا أقوى احنا أفضل احنا في التاريخ أهم كل حاجة بس منتخب خطير والبطولة دي علمتنا حط ايدك على قلبك قدام أي منتخب ما تطمنش ما تحطش في وطنك بطيخة صيفي حطها حط البطيخة الصيفي دي لما تنزل أرض الملعب وتكتهد وتشتغل كويس ساعتها هنقدر نكسب وتبقى الأمور سهلة ان شاء الله ربنا يكرم منتخبنا رجاءا بقى شوية دوق وانا شايف النهاردة دي أحب أتابع على السوشيال ميديو أشوف الناس بتتحرك فين شايف الناس هديت بقى يعني ايه هدينا هو عادة عشان أكون أمين معاك يعني انتخب مصر دايما بيلعب في أي بطولة دايما فيه مناوشات خارج البطولة يعني ايه أصلك روش هيمشي فكن من سنتين لما يمشي ونبعث واحد تاني ونقعد نتخاني احنا هنا منا في بعضينا كده وإزاي يمشي يقول لك حتى يقول لك لأ لازم يمشي اليومين دول أو اليومين اللي فاتوا كان محمد صلاح وحكاية محمد صلاح اللي أبقى أكدولك أنه دايما ودلوقتي كمان تحديدا المنتخب فاصل نفسه عن كل ده يعني روي فيتوريا فاصل نفسه الجائز الفني فاصل نفسه كل اللاعبين فاصلين نفسهم فان شاء الله بكرا يفرحونا ولما منفرح خد بالك تاريخيا يعني عشنا مع بعض الكلام ده كتير منتخب مصر لما بيكسب احنا مننسى كل حاجة مننسى كل حاجة متخينها واشا ما بنركس بقى ما بنركس اصلا مين عمل ايه ومن ما عملش ايه ومن شولمين ومن غمزلمين ومن التكع السلمين ما بننسى كل ده هم نبقى فرحانين لمنتخب فانا اللي بطلقهم من لقاب منتخب مصر والجهاز الفني اكسبه واي حد كان من دائمين ايه حاجة بكرا مش هيبقى من دائمين عشان الناس كلها هتبقى مبسوطة وفرحانة وسعيدة وانا متأكد مليار في المية مش في المليار في المية ان كل لاعب في ارض الملعب مع منتخب مصر بيلعب في الاصل لجمهور مصر هتقول لي انا ما كنت نبس بقى من الكلام الكبير ده يا عم الراجل ده بيلعب عشان ياخد فلوس زيادة ويروح يحترف في نادي زيادة ومش عارف ايه وبتاع انسى انسى كده كده ده موجود لدي الحاجة الاضافية يعني ايه يعني ان شاء الله لما فرح شعب مصر وكسم منتخب بلدي ممكن اخد شوية حاجات تانية لكده كده اللي عيب بلعب في اوروبا انا اللي عيب بلعب في الاهلي انا اللي عيب بلعب في الزمالك تمام ممكن يبقى فيه احسن من كل ده بس مش هيدي انا مش راح البطول دي عشان كده انا راح البطول دي عشان اشوف الناس بعد المباراة وانا بفرج على الفيديوهات تبتخيل انت لما تبقى لعب في منتخب مصر وتفتح كده على الفيسبوك تلاقي فيديوهات مثلا ايه ناس مشى في الشارع عملة طيس ومسكة عالم مصر وفرحانين ناس على السوشال ميديا بتقول انا فخور ان انا مصري وانا بشجع منتخب بلدي والسلام الوطني ومش عارف ايه انا بفتح الفيديو على الفيسبوك ولاقي نفسي انا مثلا مصطفى محمد ولا تريسجيه ولا مرموش والناس عملا لي اغاني وعملا لي صور وكاتبه بص وبتاع تعرف هو بيفرح هو ده الغذاء الروح بتاعه عنت فانت سبقى فكرة انه يا عم بيلعب لمصلحة فيش حاجة سمعها كده كلنا كلنا بدون استثناء بنشتغل وبنتعب لمصلحتنا بس برضو بنبص ان احنا عايشين في بلد عايزين مصلحتها عندنا اصرى عايزين مصلحتها فيه اهداف كثيرة غير مصلحتك الشخصية اكيد يعني بطيقة الحال ده اي حد بيشتغل اي حاجة في الدنيا يعني مش بس لعب الكورة بس قدر بقى لعب الكورة غيري وغيرك وااا واي حد بيشتغل شوه تانية انه لعب الكورة ده فيه بلد وراءه فيه جمهور وراءه فيه شعب وراءه بيفرح معاه اوي 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 لما بيكسب وبيزعل منه اوي 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 لما لقدر الله يتعصر فان شاء الله نفرح معنا اشتركوا في القناة